في ضوء ما ورد في اتفاق الائتلاف الحكومي الإسرائيلي والذي نص على ما يلي سيكون رئيس الوزراء قادراً على جلب الاتفاقية التي تم التوصل إليها مع الولايات المتحدة بشأن تطبيق السيادة السيادة الإسرائيلية اعتباراً من 1-7-2020 وعرضه على مجلس الحكومة والكنيسة بناء على هذه أولاً ثانياً وخطاب رئيس الحكومة حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الكنيسة أول أمس والذي لم يتضمن أي التزام بالاتفاقات الموقعة بل الإعلان عن فرض السيادة الإسرائيلية على المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وقد كرر رئيس حكومة الاحتلال هذا الإعلان خلال أول اجتماع لحكومته معتبراً أن الضم أولوية لهذه الحكومة الأمر الذي يعني ضم أجزاء من أراضي دولة فلسطين لدولة الاحتلال استناداً إلى ما يسمى بصفقة القرن تكون قد ألغت تكون إسرائيل قد ألغت استناداً إلى ما يسمى صفقة القرن التي نرفضها نحن جملة وتفصيلاً ما يعني أن سلطة الاحتلال تكون قد ألغت اتفاق أوسلو في الحالة وحن ملغينه والاتفاقات الموقعة معها كافة بعد أن تنكرت طوال سنوات مضط لجميع هذه الاتفاقات ولجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وبعد اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها ثم إعلانها لما يسمى صفقة القرن التي أسست لإعلان الضم الإسرائيلي والتي تشكل خرقاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي فضلاً عن دعمها للاستيطان والاحتلال استعمار الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين وفي ظل إيماننا المطلق وتمسكنا الثابت بحق شعبنا في مواصلة كفاحه الوطني لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة المتواصلة وذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القشة الشرقية وحل قضية اللاجئين وفق من بادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وإطلاق سراح الأسر الفلسطينيين من المعتقلات والسجود الإسرائيلية وحرصت منها على تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وفق ما سبق ذكره من مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية وبخاصة قرار مجلس الأمن 15-15 الخاص باعتماد مبادرة السلام العربية والقرار 3-3-4 الخاص بالقدس والاستيطان وقرار الأمم المتحدة 194 الخاص باللاجئين الفلسطينيين وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67-19-2012 الخاص بعضوية دولة فلسطين فيها والتزاماً بقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني فإن القيادة تقرر اليوم ما يلي أولاً إن منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين قد أصبحت اليوم في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية ومن جميع الالتزامات المتلتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات بما فيها الاتفاقات الأمنية أثنين أعلقوا لا أشكر على سلقة الاحتلال الإسرائيلي ابتداء من الآن أن تتحمل جميع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي ليش؟ كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات استلاذاً إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وبخاصة اتفاقية جينيف الرابعة لعام 1949 التي تحمل سلطة الاحتلال مسؤولية حماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال وممتلكاتهم وتجرم وتجرم العقوبات الجماعية وتحضر سرقة الموارد ومصادرة الأرض أو ضمها وتحضر الترحيل القصري لمواطني الأرض المحتلة كما وتحضر نقل سكان دولة الاحتلال المستعمرين إلى الأرض التي تحتلها وجميعها تشكل انتهاكات جسيمة وجرائم حرب ثالثاً نحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية كاملة عن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني ونعتبرها شريكاً أساساً ورئيساً مع حكومة الاحتلال الإسرائيلية في جميع القرارات والإجراءات العدوانية المجحفة بحقوق شعبنا ومع ذلك حتى نكون واقعيين ومع ذلك فأنا نرحب بكل مواقف الأطراف الأمريكية الأخرى الأخرى الرافضة لسياسات هذه الإدارة المعادية لشعبنا وحقوقها المشروعة سمعنا أكثر من موقف بين الرجالات الأمريكية من الكونغرس إلى غيره يرفضون هذه السياسة نحن نميز نحن مش ضد أمريكا كشعب نحن ضد أمريكا الاستعمارية أمريكا الإدارة أمريكا الاستيطانية أمريكا المعادية للشعب الفلسطيني ولشعوب الأرض بس من كان أمريكيا أو يحمل جنسية الأمريكية نحن مش ضده نحن ضد الذي يقف ضدنا رابعا نقرر اليوم استكمال التوقيع على طلبات انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية التي لن ننظم إليها حتى الآن هناك عدد من المنظمات أوقفنا الانضمام إليها كاتفاق والآن نحن في حل من الاتفاق وقعنا بعضها أمس قامسا نجدد التزامنا بالشرعية الدولية وبالقرارات العربية والإسلامية والإقليمية ذات الصلة والتي نحن جزء منها كما نجدد التزامنا الثابت بمكافحة الإرهاب العالمي نحن ضد الإرهاب العالمي نحن ضد الإرهاب العالمي أي كان شكله أو مصدره سادسا نؤكد مجددا التزامنا مش رفضنا ومع قلص لا التزامنا بحل الصراع الفلسطي الإسرائيلي على أساس حل الدولتين واستعدادنا للقبول بتواجد طرف ثالث على الحدود بينهما بيننا وبين إسرائيل على أن تجري المفاوضات لتحقيق ذلك تحت رعاية دولية متعددة الرباعية الدولية أو الرباعية زائد أمريكا وحدها لا لن نقبل بأمريكا وعبر مؤتمر دولي اتفقنا في أنابوليس على مؤتمر دولي في موسكو من عشر سنين أولي الآن بصير المؤتمر الدولي وفق الشرعية الدولية سابعا ندعو دول العالم التي رفضت صفقة القرن والسياسات الأمريكية والإسرائيلية وهي كثيرة كثير من دول العالم وبالذات الدول الأوروبية رفضت هذه السياسة ولكن رفضت صفقة القرن والسياسات الأمريكية والإسرائيلية وإجراءاتها المقالفة للشرعية الدولية والاتفاقات الواقعة معها أن لا تكتفي بالرفض والاستنكار وما أسهل الرفض والاستنكار وبتنام عليه وبتبرد ذنتك في كثير ناس من عنا لا تكتفي بالرفض والاستنكار وأن تتخذ المواقف الرادعة وتفرض عقوبات جدية لمنع دولة الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططاتها لأنني لا يكفي تقول لي أنا رافض واشرين عم بالضم هذا شرعي بشرعي ما يكفي تقول بشرعي هذا بشرعي وأنت مجرم ويأفرض عليك عقوبة هيك بصير وهذا ما نطالب به كل دول العالم التي نشكرها على موقفها الرافض ولكن لا نكتفي بالرافض ونطالب من لم يعترب بدولة فلسطين منها من هذه الدول حتى الآن الإسراء بالاحتراب بها لحماية السلام والشرعية الدولية والخانون الدولي ولإنفاذ خرارات مجلس الأمن الخاصة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا في دولتها المحتلة في راس بقولوا نحنا منذرش نعترف أنه هذا قرار منفرد أنت بعترف بدولة إسرائيل نعم إسرائيل معتدية علينا نعم طب اعترف بنا اعترف بنا ليش بدكش تعترف بنا مين اللي ضاغط عليك ما تعترفش بنا مين هو مين هو احكي بين هو اذا شاطر اقول مين هو ثامنا اتوجه بالتحية لأبناء شعبنا كافة في الوطن والشتات على صبرهم وصمودهم ونضالهم والتفافهم حول منظمة تحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا مش بس شرعي ووحيد ليش وحيد لأنه وحيد من قبلش شريك احنا فقط بنمثل الشعب الفلسطيني فيش حد غيرنا اللي غيرنا بساعدنا اللي غيرنا مين مكان بساعدنا اما تمثيل شرعي وحيد الذي ينطق باسم فلسطين هو منظمة تحرير الفلسطيني ونعاهد شهداءنا الأكرمين وأسران البواسل الآن طلبوا من البنوك أن لا تدفع للأسرة رح ندفع للأسرة خصفاً عن أبوهم وجرحان الأبطال أن نظل الأوفياء للعهد والقسم حتى النصر والحرية والاستقلال والعودة لنرفع معاً عالم فلسطين فوق المسجد الأقصى وكنيسة القيامة في قدشنا العاصمة الأبدية لدولتنا فلسطين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكراً لكم جميعاً إذن مشاهدين تابعنا كلمة الرئيس محمود عباس أمام اجتماع القيادة الفلسطينية لبحث مخطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية رئيس محمود عباس حمل الإدارة الأمريكية المسؤولية كاملة عن الظلم الواقع للشعب الفلسطيني وقال بأن منظمة التحرير ودولة فلسطين في حل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا دياحوشي من رامالله مراسلنا إليك ديا نعم فعليا هذه القرارات التي ذكرناها عصر هذا اليوم من خلال مصادر خاصة هي ذات القرارات التي أعلن عنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء هذا اليوم وهي أن كل الاتفاقيات بما فيها الأمنية مع الجانب الإسرائيلي تم إلغاؤها فعليا بعدما تنصلت إسرائيل من كل الاتفاقيات على مدار العوام الماضية من خلال إجراءاته على الأرض وسياسة الضم والتهويد واقتلاع السكان هذا الرئيس الفلسطيني أعلن ذلك صراحة ولكن العبرة الآن في التنفيذ على الأرض في جدول زمني هل وضعت القيادة جدول زمني لتنفيذ ما تحدث به الرئيس الفلسطيني هذا طبعا عليه ألف علامة سؤال واستفسار حسب ما يقول عدد من كبير من المحللين بأن المفروض حاليا أن يكون هناك يعني تنفيذ على الأرض لكل الاتفاقيات والقرارات التي تم أخذها هذا اليوم في اجتماع القيادة الفلسطينية الذي استمر ساعتين على الأقل كان الرئيس يجتمع مع أعضاء اللجنة المركزية وأيضا أعضاء اللجنة التنفيذية إضافة إلى أمناء الفصائل الفلسطينية شاركت خلال ذلك أيضا الجبهة الشعبية رغم أيضا أنها لم تأخذ مخصصاتها منذ أكثر من عام ونصف بعدما قطعت من قبل السلطة الفلسطينية هي والجبهة الديمقراطية حماس والجهاد الإسلامي كانت غائبتين هذا المساء عن هذا الاجتماع الذي وصف بالهام بزعم أنها تريد تفعيل الإطار القيادي لمنظمة التحرير قبل الحديث عن أي إجراءات أخرى الرئيس الفلسطيني من خلال حديثي هذا اليوم قال بأن الإدارة الأمريكية أيضا تتحمل المسؤولية وربما أيضا الرئيس الفلسطيني أعاد الكرة الآن في منظمة التحرير ابقى معي ننتقل مرة أخرى لاستكمال كلمة الرئيس محمود عباس ابقى معي وصدقية أداء المحكمة الجنائية الدولية لأنه نحن من جملة المؤسسات الدولية نحن الآن هناك اعتراب بيننا وبين محكمة الجنائيات ورفعنا طلبات أمامها عن الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا هناك من يقول هذا تسييس لعملها هذا هو صلب عمل المحكمة الجنائية محكمة الجنائية الدولية ولذلك نحن مصممون على هذا الأمر ضيفوها إذن شكرا أعود مرة أخرى إلى مراسلنا دياء حشي دياء إذا كنت معي تفضل دياء نعم تفضل نعم يارى فعليا الجزء الأخير الذي تحدث به الرئيس هو أن الرئاسة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية تقبل بوجود طرف ثالث في أي مفاوضات أو تقبل بوجود طرف ثالث على الحدود بين الفلسطينين وإسرائيل على وجه التحديد وأنها تقبل برعاية دولية لأية مفاوضات تفضيء لإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 67 يرى ربما من المهم بأننا حصلنا يعني على معلومات كان أحد أعضاء اللجنة المركزية طالب قبل عدة أيام وأيضا خلال الاجتماع يوم أمس والاجتماع اللجنة المنبثقة عن اللجنتين التنفيذية والمركزية طالب بأن يعني أن تأخذ المنظمة كل الأمور السياسية وأن تتحول السلطة إلى سلطة خدمتية في ظل الواقع الراهن وعمليات الضم لكن مقترحه فعليا يعني لم يرى النور ولم يقبل به لربما الرئيس الفلسطيني وبعض أعضاء القيادة لذلك كانت هذه المطالبة مطالبة ضرورية حسب بعض المراقبين الفلسطينيين والمحللين قالوا بأنها لربما خطوة مهمة يجب أخذها بطبيعة الحال إسرائيل تنظر الآن إلى ما تحدث به الرئيس بعين من الجدية رغم أيضا التحذيرات التي أطلقها قادة الأمن في إسرائيل بأنها تخشى من تفجر الأوضاع وما تحدث أيضا به رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيق قال بأن هذا الصيف سيكون صيف ساخن إشارة إلى الأوضاع لربما التي ستتفجر في حال أعلنت إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية وشمال البحر الميت إذن الخطوة المستقبلية كيف ستنظر السلطة الفلسطينية حسب أقوال المراقبين أو كيف ستبدأ بالتعامل في ظل غياب كل الاتفاقيات على رأسها الأمنية بمعنى كل مناطق الضفة الغربية ستكون في سيطرة الأمن الفلسطيني سيدخل الأمن الفلسطيني إلى كل مناطق سي ولن ينسق مع الجانب الإسرائيلي هذا طبعا ضمن الاتفاقيات الأمنية بالموقع مع الجانب الإسرائيلي بأن السلطة الفلسطينية والقوات الأمنية إذا ما أرادت الدخول إلى مناطق سي فإن عليها التنسيق مع الجانب الإسرائيلي وغالبا ما كانت إسرائيل ترفض الدخول إلى مناطق سي في ظل جائحة كورونا فقط سمحت لهم للمرة الأولى دخلوا فيها مناطق لم يكن باستطاعة السلطة والأفراد الأجهزة الأمنية كيف سيتم التعامل في المرحلة القادمة دعني أوجه سؤالك إلى ضيفي من القاهرة دكتور عيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس دكتور عيمن كيف سيتم التعامل في المرحلة القادمة بعد أن أعلن الرئيس عباس بأن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير في حل من كل الاتفاقيات والتفاهمات مع إسرائيل بدأت أن ضرط قاتل وقاتل كل أستاذ المشاهدين تحولت هذه التصرحة التي أطلقها رئيس السلطة وماذا اليوم ودخلت حيث التنفيذ أنا أعتقد أن هناك سيكون هناك تغير دراماتيك على الأرض المرأسيك الكريم كان يتحدث عن مناطق سي هناك مناطق ألف التي تحت السيادة الأمنية الإسرائيلية الأصيان الأمنية الفلسطينية والتي استبيحة الإسرائيلية يوميا وقف التنسيق الأمني يعني أن على الأجهة الأمنية الفلسطينية تتصدى للاحتلال لدخول مناطق هي كما حدث في الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية عفوا ولكن أعتقد أن هذا الأمر مستبعد إن تحول الأمر إلى الإعلان بعد ذلك عن قيام دولة فلسطين وهي دولة حدودة ربما حددا عام 67 وهناك احتلال سنطالب أن يزاح هذا الاحتلال بقرار دولي أعتقد أن أيضا الأمر سيدخل في مواجهات هل السلطة جاهزة لهذا الأمر أنا أستبعد عن ذلك أنا لا أريد أن أستبق الأحداث نحن مع أبو ماثن إن كانت تصريحات هو دخل حيز التنفيذ مع السلطة ندية دعني أتوقف عند هذه النقطة دكتور برأيك هل ستدخل بالفعل هذه التصريحات حيز التنفيذ أم ربما سيكون هناك ضغوط أو تراجع عن هذه التصريحات يعني هذه التصريحات مشابهة للتصريحات التي ألقاها في اجتماع وزراء الخارجية العرب الأخير الذي اتوقف في القاهرة والتي قبل أن يذهب إلى مجلس الأمن ويتراجع عن ذلك تنفيق الأمني وصفق له وزراء الخارجية العرب أنا أعتقد أن أبوازن يدرك أن وقف التنفيق الأمني يعني أنه لن يستطيع أن يتحرك من المقاطعة كرئيس للشارة البلسطين سيتحرك كفرد مواطن عادي هو يدرك أن هذا الأمر محفظ بالمخاطر وانهيار السلطة في ضل هذه الأجواء أعتقد هو لن يقبل بها وبالتالي أنا أعتبر أن هذه التصريحات كانت رفع لحراج عن أبوازن بعد التصريحات التي طبعا أطلقها ملك الأوردن ملك عبدالله والذي كانت بها كثيرا من الدي أعتقد أن أبوازن وجد نفسه في حالة حراج وهذه التصريحات تأتي في صياق طبعا إحداث حالة التوازن بعد أن سبقه الملك عبدالله في تصريحاته ومرأة أخرى في الكريمة لا أعتقد أن أبوازن وكل من الذين حولوا سيدهبون بتنفيذ هذا الأمر على الأرض وقوى الأرض بين سننتظر عدة أيام يوم يومين ثلاثة حل هذه الاتفاقيات أوقفت أم لا زالت مستمرة لماذا هذه النظرة التشاؤمية بناء على مواقف سابقة أو تصريحات سابقة لم تترجم على أرض الواقع لخطوات فعلية مثلا بالتأكيد هناك خطوات كثيرة لإحتلال أقدم عليها لإحتلال اقتحم مناطق وهدم منازل في مناطق مثل واد الحمص ولم يصدر سوى تصريحات نارية ولكن لم تتحول إلى قرارات هناك طبعا لو كان أبو مازن حريص على بصراحة على لملمة الشاعات الشعب الفلسطيني كان بإمكانه أن يعقد اجتماع ليس الاجتماع الذي عقد اليوم الذي أجل من دون يوم السبت الماضي وعدم مشاركة حماس والجهد الإسلامي كان بإمكان أن يدعو لإطار القياد المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية والذي شكل عام 2005 وأن يكون هو إطار قيادي أو تعلن الحكومة فلسطينية من قبل منظمة التحرير فلسطينية تشارك بها وكل فصال مضمنا حماس واجهد الإسلامي بإمكانه أن يلملم شاعات الشعب الفلسطيني ويحدث مصالحة قبل أن يتحدث عن خطوة في مواجهة الاحتلال لذلك أنا أعتبر كل هذا الأمر بتجربنا مع أبو مازن ليست أكثر من در الرماد بالعيون وسينتهي كما انتهى غيره يوم يومين ولكن هنا دكتور يمكن التعويل على موازين قوى مثل المستوى الميداني والحركة الشعبية وأن هذا المطلب هو مطلب الكل الفلسطيني أيضا على المستوى الدولي معظم دول العالم ترفض السياسات الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية وقرار الضم ونهج الاستيطان الذي تتبعه إسرائيل حقيقة الأمر أن حتى في تشكيل الحكومة الأخيرة التي ذكر في الدباجة الأولى بالاتفاق بين نيتنياه وبيني جنس التنفيذ الرؤية الأمريكية في قرار في تشكيل الحكومة الجديدة لم يذكر مقانون الضم خاصة بعد زيارة بامبيو للمنطقة والذي نصح بتهديئة الأجواء خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية ذهب إلى الانتخابات خلال الشهر وبالتالي لم توضح هذه الرؤية في تشكيل الحكومة ولكن هذا وارد يعني بصراحة الأمريكية الاحتلال هو محتل مناطق في ومناطق بي والتي تمثل أكثر من 90% من الضفة الغربية نحن مساحة ما نسيطر عليها لا يتجاوز عفوا 16% من الضفة الغربية فهو هذه الأراضي هي تحته وتحت سيادته هو لكن يريد أن يعترف المجتمع الدولي بذلك هناك صحيح تهديدات دولية هناك موقف أوروبا متقدم موقف روسي